أول بطولة عربية لكرة اليد للأشبال في تاريخ العراق تحتظنها محافظة النجف الأشرف حدث مميز لم تشهده البلاد منذ عقود طويلة السعودية والبحرين والأرض وسوريا يستضيفهم العراق بأحضان محافظة النجف الأشرف في بطولة عربية لكرة اليد يتنافس فيها الأشقاء في لقاء أنه هو الأول من نوعه يقيم الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد وبإشراف الاتحاد العربي البطولة العربية الأولى للأشبال في محافظة النجف الأشرف تضم هذه البطولة خمسة فرق بالأضافة للعراق كل من الأردن وسوريا والبحرين والسعودية طبعا هذه البطولة بطولة واعدة بما أنه هي بطولة فئات عمرية على هامش هذه البطولة جرت دورة لصقل الحكام العراقيين والحكام العرب المنضوين في هذه البطولة حدث رياضي عربي مهم ما رحب المشاركون به خاصة وأن العراق يحاول امتلاك الأرضية والبيئة المناسبة لإقامة مختلف البطولات مع تأكيدات على أهمية التنظيم نحن سعاداء باسم الاتحاد العربي طبعا وجودنا في العراق العظيم لتنظيم بطولة بعد سنوات طويلة يمكن تقارب 40 عاما وأكثر ما نظم العراق هذه بطولة بحد ذاته هذا أكبر نجاح انطلاق هذه البطولة في العراق من أجل أن عودة العراق إلى الوطن العربي ممثلا في كرة اليد طبعا هذا يعتمد على تنظيم البطولات وعلى روزنامة للاتحاد العربي ومن يتقدم له فأعتقد أن هذه الحلقة تكون مفتاح لإن شاء الله بطولات قادمة أكثر وأكثر بما يخص النجف طبعا من المحافظات التي ممكن أن تحتضن بطولات آسيوية وعربية وحتى عالمية لعدة أسباب منها اسم الإقرار الحالي في محافظة النجف المنشاة الرياضية الفنادق المطار كلها إلى مئة شبيرة في تنظيم البطولات حقيقة نحن الاتحاد العربي ما كان يطينا هذه البطولة لو لا توفر هذه العناصر المهمة في إقامة مثل هذه البطولات وخاصة تسهيلات لقدمة جميع دوار الدولة على مدى عشرة أيام يستمر لقاء الأشقاء على أرض الرافدين وسط آمال شعبية بأن تكون هذه البطولة نقطة تحول في الرياضة العراقية والنجفية بشكل خاص من النجف الأشرف محمد الغالبي وعن نيوز اشتركوا في القناة